اليوم بدي أحكي لكم شو صار معي بالسفارة الأمريكية في الدوحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرد اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو عجبك الفيديو خليك معنا للآخر لا تنسى الهند واشنك، البس القلاس، البس الماسك وتفضل معنا في هذا الفيديو بدي أكلمك عن كيف سارت مقابلتي في السفارة الأمريكية في الدوحة لأنه أنا قدمت إلى الهجرة إلى أمريكا في يوم من الأيام والمقابلة كانت عن جريب والحمد لله تم قبولي طبعاً قبل ما أبدأ مش شرط أنه اللي صار معي يصير معك فلو في بعض النقاط أو في أحد النقاط اللي صار معك أصعب من اللي صار معي أو عكسه فلا تقول عني أني ما بفهمش أمريكا بيقدموها عشرات الملايين من البشر يومياً ومستحيل أنه كل الناس هاي تمشي المقابلة بنفس السيناريو ففي ناس بتقول الأسئلة سهلة، في ناس الأسئلة صعبة في ناس من أول كلمة بارتفظه يعني كل واحد إله ظروفه أول إشي وصلني إيميل قبل المقابلة بالثمانية وثلاثين يوم بالضبط مكتوب فيها أنه المقابلة اليوم الفلاني الساعة 12 ونص الظهر بعدها بأسبوع إجاني إيميل ثاني مكتوب فيه أن المقابلة نفس اليوم لكن الساعة 1 الظهر فأنا اتحيارت في الأخير قلت باعتمد الموعد البدري وبطلع اعتمدت أنه الموعد 12 ونص اطلعت الساعة 11 من البيت وصلت السفارة قبل 11 ونص لأنه مش بعيدة كثير عني لقيت على الباب رجل أمن فقال لي ادخل على هاي الغرفة الغرفة فيها كراسي انتظار آخرها طاولة جاعد عليها موظف هندي وقدامه لابتوب قل لي انت محمد ناصر قلت لها شكله قبل ما أوصل شايف الطلبات وشايف الصور الموجودة على كل طلب لأنه بدك تعرف شغله لما تروح على السفارة فيه ناس كثير مقدمين لسياحة وفيه ناس كثير مقدمين لزيارة وفيه ناس كثير مقدمين لعلاج ودراسة لكن الناس اللي زيه وزيك اللي بقدم عمل بكونوا ستة سبعة في اليوم كله فبكونوا معروفين بالاسم فقال لي ليش جاي بدري موعدك الساعة وحدة ساعة ونص شو بدك تعمل قلت له خلص صرت واصل شو بدك اعمل يعني هيني قاعدين عطاني رقم كان رقم 183 وحكالي انه فيه ثمانية منهم انا راح يقابل اليوم لمقابلات العمل يمكن منهم اثنين او ثلاث صاروا جايين وضايلا انا وكمان اربعة اولها قال لي نصيحة احنا ما عنا كفتيريا فاذا جعان عطشان حدا من اللي ولد جعان عطشان روح لأقرب مطعم افطر ورجع فقلت له احنا افطرنا قبل ما نطلع ما في داعي وعملين حسابنا بشوية شبسات وشوكولتات واشياء زي هيك ما في مشكلة بعدين قلت له انا ساكن بعيد انا بالوكرة بعد هيك اعطاني ورقة مكتوب على وجهها الوثائق المطلوبة بالعربي وعلى ظهر نفس الورقة الوثائق المطلوبة بالانجليزي عشان اجهزهم وعطيهم بعدين تقيقتين قمت وعطيتوا الورقة هذا كله بعدين طبع الستيكر في بار كود رقم لكل واحد ولزق الستيكر على كل جواز استيكر اظن هذا البر كود اللي قلتلكو عنه بالفيديو الماضي اللي هو تبع ارميكس المهم لما صرت ساعة واحدة قل لي ادخل اطلعت من هاي الغرفة دخلت في غرفة ثانية اللي هي التفتيش تدخل على الغرفة بفحصك على جهاز زي تبع المطار اذا مارن خلص خليك ماشي ما حدا بفتشك اطلعنا من الغرفة معك كاميرا معك اي جهاز الكتروني معك فلاش ميموري معك موبايل معك بطاقة ممغنطة حتى بطاقة البنك اخذوها معك سكين معك موس معك مقصص معك اي اله حادة كل اشي معك بتحطه في خزانة بسكرها وبعطيك مفتاحة وبتدخل على المقابلة او على السفارة المبنى الرئيسي يعني حتى شنطة الزوجة باخذها معاه وبعطيك كرت في رقم 10 15 17 13 اللي هو وبتدخل على المقابلة عشان لما ترجع تستلم اماناتك طلعنا من هالغرفة ماشينا باتجاه المبنى الرئيسي للسفارة ودخلناه لقينا السفارة كلها على بعضها ست شبابيك فقط اول شباك والثاني ما لنا فيهم هذول تبعاني المحاسبة احنا اصلا دافعين قبل بشهر نادوني على طول على شباك رقم ثلاث لقيت موظفة هناك هندية سألتني شو الورق اللي معك فصارت تتعد لي اعطيني مثلا الايميل اللي وصلك عن طريق السفارة اعطيني مثلا شهادة ميلادك اعطيني مثلا شهادة زواجك وهكذا في فتحة بالجزاز بتنويلها منها وبعدين بتعمل لها البصمات الجهاز برا عندك فبتعمل بصمات اربع اصابع اليدي اليسار بعدين اربع اليدي اليمين بعدين الابهامين مع بعض اخذوا بصمات الي ولا زوجتي على شباك ثلاث بعد هيك قالت لي الورق كامل هي دجرت على قصة عدم المحكمية انا كنت مقدم على عدم محكمية من الاردن اونلاين وبعتولي اياها الايميل فانا طبعتها بالالوان وسلمتها زي ما هي قالت لي انتوا عدم المحكمية عندكوا هيك ما فيه لا طابع ولا ختم ولا ايشي قلت لي احنا زي هيك بنقدم عليها اونلاين بتنبعتلنا على الايميل فقالت لي اذا هيك السيستم عندكم مش مشكلة كان معي حزن سيرة وزلوك من المخابرات الي ولا زوجتي قالت لي اقعد وبنادوك للمقابلة مدام ثلاث اللي اخذت الورقة معناته اربعة وخمسة وستة للمقابلات كل واحد عنده ميجرافون وقدام بينك وبينه جزاز وبحكي معك من وراء الجزاز جعدنا يمكن ساعة ساعة ونص لاثنتين وربع تقريبا ندوني على المقابلة بينادوا اسماء خمسة وستة من الناس العاديين اللي مجدمين على سياحة او زيارة او اللي هو بالارقام بينادي مثلا 11 12 13 بعدين بينادي على اسم اللي هو احنا جماعة هجرة العمل احمد 17 18 19 عباس 20 21 22 محمد ناصر زي هيك بنادو فانا كان دوري يمكن ساعة انتين وربع اثنتين وثلث محمد ناصر تفضل اكتشفت انه الانسان اللي بده يقابلني مصري انسان زي العسل سبحان الله كان على شباك اربعة واحدة ابريكية وشباك خمس وستة لاثنين سودانيين والثلاث بعرف يحكوا عربة وانجليزة احسن مني ومنك لكن الساعة التين بالضبط كأنه صار تبديل بالشفتات فالموجود على شباك ستة السوداني جام ايجا مكانه واحد مصري شباك بيمكن قد او اصغر مني ندونا الساعة ثنتين وثلث سألنا عن اسماء الاولاد قلت له هذا يوسف هذي فرح هذي حلا فلما شاف فرح ما شاء الله طولي قال لي قدش عمرها قلت له اجل من ثلاثة عشر قال لي لأ احنا بدنا بس الناس اللي فوق ثمانة عشر خلي الولاد يقعدوا خليك تولي مدهان بس فاول سؤال قال لي انتو من وين قال لي من الاردن قال لي موليد وين قال لي تقريبا كلنا موليد الاردن انا موليد رامالله قال لي يعني بتعرف وتحكي عربي قال لي خلص ما نخلي المقابلة بالعربي هيك بكل بساطة قلت له انا بعرف انه يستحسن بالانجليزي بس اذا انت بتسمح لي تصير بالعربي انا ما عنده مشكلة انت اللي قلت انت اللي بتحدد فقل لي خليه بالعربي ما في مشكلة سيدة بارك الله فيك اول اشي قال لي انت وزوجتك ارفع ايديكو احلفوا بالعربي اقسموا بالله ان قولوا الحق ولا شيء غير الحق حلفنا هذا القسم ليش اول اشي بدك تحلف ان الاوراق المعك سليمة ما فيها تزوير رقم اثنين بدك تحلف انه ما رح تكذب باي كلمة رح تقولها في مقابلة اليوم بعد هيك قال لي انت بصمت قبل شوية عالشباك اللي قبلي وزوجتك بصمت هس انت بدك تبصم ثلاث مرات كل مرة بالنيابة عن واحد من الاولاد فسألني طبعا بدي تأكد انه انا محمد ناصر اصلا سألني انت عيد ميلادك قلت له يوم كده شهر كده سنت كده سأل مرتي انت عيد بلاده جاوبته سألها انت عيد زواجكو جاوبته قال لي اتجوزت واحد ثاني قبل ما تتزوج زوجتك هاي قلت له لا سأل زوجتي كنت متزوجه قبل ما تتزوجيه قالت له برضو لا فسألني شو بدك تشتغل بامريكا قلت له ممرد قال لي قديش خبرتك قلت له تسعة عشر سنة قال لي كلهم هون قلت له لا سبتعاشر سنة بالاردن وثالث سنوات بقطر لسه بدي اقول له انه نص الخبرة براكتك اللي بعدها جسرت وصرت ار ان قاطعني ودخل في السؤال البعدي يعني الموضوع سهل جدا انت لا تعطي تفاصيل كثير هو اصلا بده يختصر المقابلة لانه مجرد شايف وجهك انت مقبول سألني وانتخرجت باي بلد قلت له بالاردن قال لي اي جامعة قلت له بالاردنية كم سنة صارلك بقطر ثلاث سنوات قبلها حوالي تسعة وثلاثين سنة عمري كله عشتوا بالاردن سألني هل اقمت في بلد غير قطر وغير الاردن اكثر من ست شهور قلت له لا مرة رحت علي هند بس جعت فيه ممكن يومين وانا راجع مركة من عمان ترانزيت ممكن عشر خمستاشر ساعة او عشرين ساعة بس هي هاي هي سألني وين بتشتغل في قطر قلت له مؤسسة حمد الطبية مستشفى الوكرة وين راح تشتغل بامريكا قلت له حسب المكتوب بالعقد ولاية كذا مدينة كذا مستشفى كذا قسم الميديكال سيرجيكال قلت له مكتوب بالعقد واحد وسبعين الف دولار بالسنة ثمانية تلاثين دولار بالساعة قلت له عمرك زورت امريكا قلت له لا عمرك قدامت لا فيزا لا عمرك قدامت وين رفضت قلت له لا في النهاية قلت له هيك تمام عمرك تمام بس دكتورك لحد الان مش باعت لنا نتائج الفحص الطبي فقلت له هل هذا باخر الفيزا او بأثر على اشي فقل لي لا انت هيك تمام فقل لي هيك هيك انت بدك اسبوع لحتى نحط لك الفيزا على الجوازات خلال هالاسبوع بكون بعتلنا الفحص الطبي فانا بديش ياخد منك الجوازات خليها معك وهذا هو انت مروح رين عليه اكد عليه يستعجل ومجرد ما وصلني الفحص الطبي ببعت لك ايميل بكتب لك فيه انه ودي الجوازات على فرع اراميكس وثاني يوم روح جيبه من نصف الفرع بتلاقي الجوازات عليها الفيزا لكل شخص في النهاية قلت له يعني انا هيك انجبلت قال لي نعم انت انجبلت الف مبروك اليك وللعائلة بالحرف نعم انت انجبلت الف مبروك اليك وللعائلة فقلت له شكرا على وقتك تشرفت بمعرفتك ورجع لي كل الورق المعي ما عدا حسن يصيره سلوك وخلى معاه الصور الشخصية بالنهاية روحت للبيت رفعت تلفون على شركة الهجرة اللي بامريكا قلت له يا جماعة انا قبل شوي خلصت المقابلة بالسفار الامريكي بالدوحى وانجبلت وبكرة او بعده ببعتلكوا صورة من الفيز اللي معاي انا والعائلة وهكذا انا اعملت المقابلة بتسعة وعشرين خمسة الفحص الطبي كان باثنين وعشرين خمسة فاذا باذن الله قبل اثنين وعشرين نوفمبر قبل اثنين وعشرين احداش انا بكون عندكو بنبلش شغل باذن الله الفيديوهين او الثلاث فيديوهات الجيات راح احكيلك بالتفصيل عن شغل التمريد في امريكا قديش مقدار النقص اللي عندهم قديش سهل انك تلاقي شغل شو ميزات عمل الممرد في امريكا شو بفرق التمريد في امريكا عن التمريد في دولنا العربية وقديش عدد المستشفيات وقديش نسبة الحكومي الى الخاص وتفاصيل كثيرة جدا بتهمك عشان لما حدا يقولك انت لو رحت عامريكا بتلاقي شغل راح تقوله نعم يما بس راح الاقي شغل راح يقتلو حالهم علي في النهاية تنساش انك تشترك بالقناة لو ما كنت مشترك حط لايك للفيديو لو ما كنت حاطت لحد الان وانا متأكد انك حاطت وفعل زر الجرس عشان نوصلك جديد اول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة